اقول السائلة انا مرأة متزوجة ولي ثلاثة اطفال وتحدث مشاجرات بيني وبين زوجي في احداها قام بكسر اصبع يد اليمنى وفي الاخرى قام بكسر عظم ساعدي فهل لي ان افرض عليه مبلغ من المال كرد اعتبار لي ولكرامة التي اهدرت مع العلم بانني في المرة الاولى سامحته واما في الثانية فلم سامح هذه مسألة خصومة بينك وبين زوجك اذا اردت المطالبة بحقك هذا يكون عند المحكمة ترفعين عليه دعوة عند المحكمة والمحكمة تحضره وتشوفه شلي صاير وتحكم بينكما بما يوافق الشرع ان شاء الله